النهاردة جماعة جاينا نتكلم معكم عن التشخيص كل ما يخص التشخيص النزلة المعوية وكل ما يخص علاج النزلة المعوية سواء كان علاج الأعراض أو علاج المرض نفسه لكن بعد الفاصل انتظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد عطية دهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتجديه العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول النهاردة جاينا نتكلم معكم يا جماعة عن النزلة المعوية هنتكلم عن الأسباب التشخيص لعلاج إما نجي نتكلم عن التشخيص إما نجي نقول التشخيص النزلة المعاوية لازم نعرف أن النزلة المعاوية دي هي عبارة عن عدوى هذه العدوى قد تكون عدوى بكتيرية قد تكون عدوى فيروسية قد تكون طفيليات في الأمعاب كل هذه أسباب للنزلة المعاوية طب إيه هو العرض اللي مفروض بيكون موجودة عند كل الناس يعني أنا مسألا وريكن امتى افترض اني عندي نازلة معوية . افترض ان احنا يكون عندنا اسهال يعني امتى اما يجي مجيل باشيط في العياد عندي ويقول لي انا عندي اسهال يبقى ابدأ افترض من ضمن الاهتمالات نازلة معوية قد يكون مصاحب مع النازلة المعاوية دى سخونية قد يكون ترجيع قد يكون في شوية تقلصات او مغص دى كلها حاجات يبقى اما نيجي نشخص نزلة معوية نقدر نقول ان هي عبارة عن اسهال بيصاحب بعض العراض الأخرى زي السخنية الترجيع المغص دي كده بالنسبة للتشخيص قال الجمعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية بننصح كل الأطباء إن هم قبل ما يقولوا إن دي نازلة معوية يعملوا فحص البطن ليه نعمل فحص البطن عشان نتأكد إنها مش مشكلة جراحية بصوا يا جماعة أي حد بيكون عنده نازلة معوية يعني عنده إسهال فالشخص عنده إسهال بيبقى عرضة للجفاف علشان كده بننصح كل الناس بلاسسنا لو إنت عندك نازلة معوية أول حاجة لازم نعوضي الجفاف ويتاخدنا في نقطة العلاج دكتور أعراض الجفاف بشكل بسيط قبل ما نتكلم قولنا قبل ما نتكلم عن العلاجات لازم نتكلم عن أعراض الجفاف أعراض الجفاف تلاقي لسانه ناشف جلده ناشف يعني إيه جلده ناشف يا دكتور أعرفها إزاي دي يعني إنت لو مسكت بطنك كده وشدتها لبرة بدل ما هي الطبيعي أن هي بتخش بشكل سريع لو شدتها لبرة تبدأ تخش بشكل بطيء جدا ما تيجي تخش بشكل بطيء جدا كده تبقى تعرف أنت جلدك ناشف يبقى أنت عندك جفاف يبقى لسانه ناشف جلده ناشف ما تيجي تسأله عن كمية البول يقولك قليلة يعني البول عنده صعب جدا عشان كده من ضمن برضو الأعراض اللي احنا نأكد أنه عنده جفاف أنه هو كمية البول بتاعته قليلة تلاقي عينيه دخل الجو قوي عن الطبيعي بتاعه يعني تشوف وتلاقي عينيه دخل الجو يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول أعراض الجفاف نقول أعراض الجفاف أربع حاجات أساسية الليسانه ناشف جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما تشده البرة عينيه دخل الجو كمية البول بتاعته لما تيجي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزل عدوة فيروسية كده كده تتحسن في خلال أسبوع من أسبوع لعشر طيام حد أقصى كده كده بتتحسن ولا نستخدم المضادات الحيوية على الإطلاق أنا بستغرب مما يجي لي فروشيتة حد عنده عدوة فيروسية ومكتب له مضادة حيوية تب كتب له مضادة حيوية على إيه فرجاء يا جماعة نزيل نفهم إحنا دلوقتي القناة بتاعتنا دي لزيادة الوعي الطب إن إحنا نوعي الناس بشكل مستمر إن هي تعرف شوية في التشخيص مش بنقول لتعرف بنسبة 100% تعرف شوية في العلاجات لما تعرف الحاجات دي لا تقع تحت طائلة النصابين أو الناس اللي عامل بيزنس مع شركات أدوية علشان تبعي لها أدوية أو منتجات وبس علشان كده يا جماعة نزيل نقول أول حاجة ما نيجي نتكهل النازلة المعوية لو هي عدوة فيروسية يبقى ما بنعالج الأعراض فقط ولنستخدم المضادات الحيوية وكده كده بتتحسن في خلال من أسبوع لعشر تيام حد أقصى في دلوقتي العدوة الفيروسية بنتعامل معها إزاي لكن يا دكتور بشكل بسيط أوي حضرتك أعرف إزاي العدوى دي عدوية فيروسية بشكل بسيط يا جماعة لو بنشخص العدوة الفيروسية بنقول إن هو كده كده في ثلاث حالات سواء كده عدوية فيروسية أو عدوى بكتيرية أو طفيليات في كل الحالات في إسهال لكن علشان بقى نميز ما بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية وطفيليات نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي إن اتلاقي في حالة العدوى الفيروسية في شوية سخنية بسيطة في شوية سخنية بسيطة والمريض تلاقي حالته العامة جيدة يعني ما فيش اي اعراض الاعراض الكتيرة اللي تخوفها وفقط شوية سخنية بسيطة مع شوية اسهال خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسي عدوى البكتيرية نعرفها زي الراجل ده بيكون عنده سخنية عالية جدا زائد المريض حالته العامة غير جيدة سخنية ضعف عام ارهاق بيبقى باين في الحالة بتاعته زائد احيانا يكون موجود فيه دم في البراز واحيانا يكون غير موجود دم في البراز فدي هي العدوى البكتيرية طب ازاي بقى طب الحالة دي بنعالجها ازاي بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد دحايا وبنعالج الاعراض اللي موجودة يا دكتور طب انا لو مخدتش مضاد دحايا واثناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي هل انا ممكن اتحسن من النازلة المعوية اللي موجودة عندي بكل بساطة الإجابة A قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النزلة المعوية بدون مضادة حيوي لكن الحالة الثالثة هي التفايليات في الأمعاء دكتور هنيعرف التفايليات في الأمعاء إزاي هنيعرفها من خلال تحليل البراز بالفعل بيبان في تحليل البراز أن فيه تفايليات يعني التشخيص الوحيد للتفايليات في الأمعاء من خلال تحليل البراز علشان بس ما حدش أي يجي يقولك أي كلام إحنا قلنا العدوى البكتيرية عبارة عن إيه؟ قلنا العدوى الفيروسية عبارة عن إيه؟ قلنا التفايليات بنعرفها إزاي من خلال عينة براز نقدر نعرف إن فيه تفايليات في الأمعاء طبعا بالنسبة للأعراض الموجودة عندنا بيكون في إسهال بدون قيء أو سخونية أحيانا مع دم أو مخاط التشخيص بنشخصه من خلال عينة براز الإلاج بتاعنا بنحتاج إلاج للددان وإلاج للأعراض دلوقتي نمسك موضوع الإلاج ده ونتكلم واحدة بعد حالتك يا دكتور وردت مضادات حيوية بنستخدمها في حالة العدوى البكتيرية بنستخدمها في حالة العدوى الفيروسية أو في حالة التفايليات الموجودة في الأمعاء لكن وتكلمت حالتك بنعالج الأعراض حالتك سبت لنا الموضوع كده مش واضح لنا الكلام غير واضح بالنسبة لنا بتيجي نمسك نقطة نقطة إحنا تكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية يعني في حالة النزلة المعوية بنحتاج لعلاج طارق يا جماعة الشيء الوحيد اللي بيحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية هو علاج الجفاف علشان كده بنفضل اللي إحنا نتعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الأملح في الجسم وبالتالي علاج الجفاف في الجسم يبقى ديها تلحاجة الأول بعد كده بقى نتكلم عن محلولتك يا دكتور سبت لنا برضو دنيا عينة كده طب تعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة بقى في كل المضادات الحيوية إحنا دلوقتي قلنا المضادات الحيوية نستخدمها في العدوى البكترية فقط أما العدوى الفيروسية اللي نستخدم فيها المضادات الحيوية وفي الأمبريسيان سواء كيات عدوة بكتيرية أو عدوة بيروسية بتاخد من سبع لعشر تيام وبتروح حتى لو مستخدمناش مضادات حيوية لا في حالة فقط التفايليات أو ديدان في الأمعاء لا بنحتاج أن نعالج ديدان اللي موجودة في الأمعاء وزائل علاج الأعراض في الوقت يا دكتور إيه الحاجات اللي هنم مفروضة هنكتبها في روشيتة بتاعتنا روشيتة بتاعتنا يا جماعة تباكال أتي كل حاجة بالنسبة لرشدة النازلة المعوية نكتب حاجة اسمها سيبروفار ده قبل ديراس مضاد حيوية ونكتب مضاد حيوي قاتل للبكتيري يعني في حالة العدوة البكتيرية فقط نستخدم من مضادة حيوية أما في حالة العدوة الفيروسية لنستخدم من مضادحيوي طيب يا دكتور زي ما قلت كده هو بعيد لو احنا لاستخدمنا أكثر في حالة العدوة الفيروسية أو في حالة العدوة البكتيري الحالة بتاعتنا продолжитель cadaذا أيوا الحالة بتعدينا بتتحسن يبقى السيبروفار أو المادة الفعالة بتعدينا عندما نأكتب يفضل نكتب المادة الفعالة سيبروفلوك ساسين هذه المادة الفعالة بتعدينا مرتين يومين ده بأول حاجة في الرشيدة بتاعدينا زيه بس قلنا لو إحنا ما استخدمناه شهال يادور لا فقط الحالة الوحيدة اللي إحنا بنأكد إن إحنا نستخدم فيها هذا المضاد للحية وفي حالة الفطريات زي ما احنا قلنا كده لو في حالة في ديدان في العمعان او كده بنستخدم مضاد الحية تاني حاجة بقى نكتبها في روشيتة بتاعتنا النهاردة اللي هي الكيتوفان الكيتوفان خافض للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات قرص ثلاث مرات يومي ده كده بنسبة لي الكيتوفان طبعا ده عبارة عن اكراس قلنا قرص ثلاث مرات في اليوم تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في الرشيتة بتاعتنا لو احنا عندنا ترجيع بنستخدم حاجة اسمها البرم البران البرم بران ده تابلت ده البرم بران ويبناخد حاجة معايا كمان اللي هو الاستريبتوكين استريبتوكين استريبتوكين ده تابلت ده قرص قرص ثلاث مرات يوميا ده قاتل للاميبة ومضاد للإسهال ده قاتل للاميبة ومضاد للإسهال إسهال إسهال يوميا احنا كده قلنا رشيتة بتاعتنا انا كده تكلمنا على رشيتة طبيعية تكتب في الايادة بتاعتنا أولا المضاد الحاوي مش حتى عملنا بلون مختلف المضاد الحاوي مش شرط اننا نستخدمه في العدوى البكترية او العدوى الفيروسية برغم انه هو للبكتيري اه ممكن نحتاج نستقد نحتاج نستخدم للبكتيريا لكن لو ما استخدمهوش كده كده المشكلة بتروح في خلال من سبعة ايام لعشر ايام لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيه ده بنستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء وبقى بناخد حاجة مسكنة ومضاد للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للأتهابات زي الكيتوفان تابلت وده أرس ثلاث مرات يوميا وبناخد البرمبران تابلت ده أرس مرة يوميا من مرة للمرتين يوميا والستريبتوكين حاجة قاتل للأميوبة ومضادة للإسهال وده بناخده أرس ثلاث مرات اشتركوا في القناة 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 في نهاية الفيديو يا جماعة لو حسيت ان انت استفادت حتى لو استفادت بسيطة بالفعل أو أول معلومة لأول مرة تأخذها حاول قدر الإمكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لأصدقائك وحبيبك فتدال على الخير كفاعله دي كده نقطة رقم واحد ما تبخلش علينا بلايك بكومنت لو عندكم اي اكتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر بحيث ان احنا ننقع تحت طائلة النصابين شكرا لكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجماعات الطبية العمومية للتجدية الالاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول دمتم بزحك وعافية